اكد صاحب السموة الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين على نهجها في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الاسيوية وتحقيق المزيد من التواصل التجاري والاقتصادي والثقافي الوثيق معها انعكاسا لما يليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من اهتمام وتوجيه نحو تأكيد لاهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات مشيدا سموه في هذا الصدد بتطور العلاقات البحرينية اليابانية وتطلعها المستمر للبناء على ما تحقق على صعيد التعاون الثنائي التي عاكست علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط المملكة واليابان والتي جسدتها الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات والتي اسهمت بدورها الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين منوها سموه بالمكانة التي تحتلها اليابان باعتبارها احدى اكبر الدول الاقتصادية والصناعية المتقدمة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقص الرفاع اليوم سعادة السيد كيوشي اساكو سفير الياباني لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث اثنى سموه على جهود السفير الياباني في تعزيز العلاقات البحرينية اليابانية وتمنى سموه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الياباني مجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعرب سعادة السفير الياباني لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين واليابان وتطويرها على مختلف الصعود منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين ما اسهم ذلك في تسهيل مهام عمله في المملكة